العالم على ما يبدو أصبح بيخطو خطوات شديدة السرعة والاتساع في مجال الروبوتكس والزكاء الاصطناعي فيمكن خلال شهور قليلة ماضية يمكن الموجة كنت عالية جدا أظن من نوفمبر اللي فات مع ظهور تشار جي بي تي إلا إنه لقيت إنه في كم أدوات وتطبيقات زكاء اصطناعي تفوق تصوراتي أنا مثلا أنا حاولت أجمع طلعتلي جي 30 أربعين طول إيه اللي بيحصل في العالم في هذا المجال هو طبعا يعني بعد ثورة الإلكترونيات والاتصالات وظهور الحواسب والكمبيوتر من الناحية التكنولوجية كان فيه يعني تسارع في اتجاهين ساعة الزاكرة وسرعة الأداء البرستسور يعني وطبعا ابتدت البرمجيات تدخل فيه مجالات متعددة في الحياة اللي هي نحن نسميها تحول رقمي يعني أو كده مع زيادة السرعة وزيادة ساعة الزاكرة أصبح من الممكن عمل خوارزميات صعبة يعني كانت مثلا في الصابق بتاخد وقت طويل جدا وكان مستبعد أنها تشتغل ففيه أفكار كانت موجودة تم بنائها وبني عليها أفكار أخرى وبالتالي زادت سرعة التطور بشكل كبير مع زيادة السرعة وتقديل حجم الحاسب وزيادة حجم الزاكرة ده بصفة عامة طبعا تطبيقات الكمبيوتر بصفة عامة لما انتشرت في كل مجالات الحياة وظهرت الانترنت بقى فيه حاجة بنسميها الأوبن سورس الأوبن سورس ده يعني أن كل العقول اللي موجودة في العالم تقدر تشارك في أنها تطلع منتج حاسوب فمثلا في مجال تعلم الآلة اللي هو الماشين ديرنينج اللي هو الأساسي جميع البرمجيات مفتوحة لكل المشاركين على مستوى العالم فبالتالي انت تتكلم على اللي هو اللي هو بسميه الكوليبريتف يعني جهد جماعي بيصرع من التطاوم طبعا شركة زي شركة جوجل دي المفروض احنا نعرف عليها ان هي عبارة عن شركة كانت بتعمل سيرش انجين محرك بحث طبعا في البداية خالص التالي يتكلم على محرك البحث الزكي ثم طبعا عشان يعمل يخلو المحرك البحث دي بقى زكي لازم يفهم لغة طبيعية فده يصرع البحث في المجال ده الشركة نفسها بتالت يمكن هي من اوائل الشركات اللي هي فيها برو جرامرز من بعد يعني كلهم مش لازم مش موجودين في مكان واحد من على مستوى العالم كله فطبعا ده ساعد في سرعة التطور ده طبعا عكس الانغلاق انما كنت مكان معين بيقوم ببحث مغلق طبعا ده بيبقى تطوره بأي أكيد أقل يعني فهنا الفضل كله بيرجع ليه التعاون الجهد التشاركي الجهد التشاركي على مستوى العالم بالإلافة طبعا لزيادة سرعة الحواسب وصغر حجمها وزيادة ساعة التخزين طيب بيبقى من المفهوم انه العلم بيتطور لخدمة الإنسانية أكيد هل العلم تطور في مجالات الدكاء الإصطناعي بما قد يهدد الإنسانية بشكل أو بآخر بقول الكلام ده علشان الحديث حول تطورات الـ Artificial Intelligence أو الدكاء إصطناعي قد تؤدي إلى أنه بعض الناس هيبقى في عدم احتياج لوجودهم خلاص يعني احنا هنستخدم هذه الأدوات وهذه التطبيقات اللي بتشتغل بالذكاء الإصطناعي ولن نحتاج لهذه الوظائف أنه يقوم بيها البني آدم مرة تانية